قال برنامج الأغذية العالمية في فلسطين أن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية في فلسطين علي زكي أن الناس في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع نظرا لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية وحضرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية من أن الأنظمة الغذائية في غزة تنهار والمواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاذ بينما أغلقت المخابز أبوابها موضحة أن المواد الغذائية التي تدخل القطاع حاليا لا تشكل سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لجميع سكان غزة